تقدم سمو الشيخ انهيان بن زايد الانهيان ورئيس مجلس اماناء مؤسسة زايد بن سلطان الانهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس ابو ظبي الرياضي المشاركين في مسيرة اليوم الرياضي الوطني بنسخته الثالثة التي انطلقت اليوم من ملعب مدينة زايد الرياضية وشارك في المسيرة مع للوام حمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة ابو ظبي وعدد من كبار القيادات الحكومية ورياضية ورياضيين وطلبة المدارس ومنتسب وزارة الداخلية وشرطة ابو ظبي بجانب عموم فئات المجتمع وجميع الجنسيات المقيمة على أرض الدولة في لوحة رياضية تعبيرية عن وطن السعادة والتسامح وملتقى الثقافات